من إسطنبول مع دكتور يحيى العريض المستشار في الهيئة العليا لمفاوضات جينيف مساء الخير أهلا بك معنا طبعا نريد بداية تعليقكم على هذه الخروقات وإلى أي درجة ممكن إن صح التعبير أن تكونوا مستفدين من هذا هذه المرة بسبب توتر العلاقات بين روسيا والأسد أنا أستغرب حقيقة أن تكون العلاقة متوترة بين الأسد الذي نعم بحماية روسيا على مدار الفترة الماضية منذ تحديدا عام 2015 عندما تدخلت روسيا كقوة احتلال إلى سوريا ووقعت معاهدات مع منظومة الأسد أن يكون هناك توتر ربما لأسباب كثيرة بأن النظام اختار الحل الأمني الحل العسكري منذ البداية وقال أحكمها ودمرها وهذه الاتفاقات في التهدئة حقيقة الأمر تحتاجها روسيا لأن هناك تعليقات من دول كثيرة وتحديداً للولايات المتحدة عندما عهدت لروسيا بذلك الملف السوري بكلياته وطلبت منها مقاربته ومعالجته وفي آخر زيارة لتيرسن إلى موسكو قال فيها بأن الروس فشلوا في معالجة هذا الموضوع فتجد من خلال ذلك روسيا نفسها مأزومة تسعى لإنجاز هذه الاتفاقات رغم تحفظات الكثيرين عليها إلا أن هناك بعض الأشياء الإيجابية والتي بالتأكيد ستكون سلبية بالنسبة للنظام له مصلحة بأن يستمر شلال الدم لأنه لا يعيش إلا على التوتر وهناك من وراء النظام ليس له مصلحة على الإطلاق بأن تهدأ الأمور وتحديداً إيران التي لم تنجز حتى الآن مخططها العبثي والتخريبي في المنطقة توتر علاقات تأتي تلك الخروقات مع الولايات المتحدة بين روسيا والولايات المتحدة وما بات يوصف اليوم حتى بأنه أصعب مرحلة تمر به هذه العلاقات منذ الحرب الباردة هذا ما قاله ستولتنبرغ أمين العامل حل شمال أطلسي بهذا كيف سينعكس على دور روسيا بسوريا حالة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الانتحادية حقيقة تصل الآن إلى درجة مرتفعة جداً الاستنداء الوحيد وهذا شيء المستغرب هو تعبير الجانبين عن تعاونهما في الساحة السورية وهذا فعلاً مستغرب عندما تعاونوا بالنسبة لاتفاق الجنوب بتخفيض التوتر أو التصعيد وبشكل آخر من وراء الكواليس كانت أمريكا موجودة عندما وقع اتفاق الغوطة وكانت روسيا هي الضامنة وهذا الاتفاق الثالث لا نستغرب أن تكون الولايات المتحدة أيضاً لها يد بإنجاز هذه المناطق إلا أن هذه الاتفاقات حقيقة لها كثير من الإيجابيات والكثير ربما أكثر من السلبيات عندما تستأثر روسيا بأن تكون الضامنة وليس هناك أي مرجعية دولية لهذا الموضوع أو تغطية رغم وجود منبر أستانا رغم وجود منبر جينيب لإنجاز هذه الاتفاقات تحت تغطية دولية من جانب آخر هناك استبعاد بهذه الاتفاقات ومن هنا تأتي الخروقات حقيقة الاستبعاد لإيران من هذه الاتفاقات الأمر بالنسبة بين أمريكا وروسيا تحديداً عندما يكون هناك توتر حقيقة الأمر الطبيعي أن ينعكس في كل علاقاتهما في العالم أما بالنسبة للسوريا فهو حقيقة الاستثناء لأن هناك طلب أمريكي بالأساس بأنها عهدت لروسيا بأن تعالج هذا الموضوع لكن روسيا حتى الآن تفشل وهناك خشية حقيقية بالنسبة لروسيا أن يتحول الأمر بالنسبة لها إلى مغطس لا تستطيع الخروج منه وهناك من يريد لها ولا يعبع على الإطلاق تحديداً إيران بأن روسيا تنخرط في هذا الموضوع أكثر لأنها تساهم إنجاز الشوعة أم أنه يمكن أن يحدث العدس والهاجس لدى النظام أن يبقى في سلطته ممكن أن يحدث العدس أم مستبعد هذا الموضوع يعني فيه طبعاً فيه لقاء بين لافروف وتيلرسون و لافروف بالنهاية روسيا تهتم لمصالحها فقط أو أكثر من أي نقاط أخرى لن يفرط بعلاقة مع تيلرسون كما يوصف اليوم بهذا الوزير المخضرم نفطياً هذا سينعكس بطريقة أو بأخرى على مصالح روسيا وبالتالي أدائها في سوريا أداؤها سيتغير سيتم التصرف بدقة أكثر بحذر أكثر في الفترة المقبلة ربما تشخيصك دقيق إلى حد كبير لأن العلاقة التي تربطها بلاد المتحدة بروسيا أكبر ربما من كل تلك المسألة السورية نعرف تماماً بأن روسيا أو هاجس بوتين بشكل أساسي أن تفتح له أبواب الغرب باستمرار حاول أن يقدم أوراق اعتماده إلى أوروبا إلى أمريكا بأي حيث أن يقبل وأن يفسع الهو في المجال في وقت من الأوقات بأن تصح الأمور خاصة على الجانب الاقتصادي وكثير من الملفات المعلقة كالقرم وكرانيا إلى آخره وهاجس بوتين أن تكون تلك العلاقة طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية حدثت تلك الأمور المتعلقة بالانتخابات الأمريكية ولتزال نار تحت الرماد بالنسبة لتلك العلاقة إلا أن أنجاز من نوع معين في مكان ما بين أمريكا وروسيا أعتقد أنه قد يساهم بتليين هذه العلاقة وجعلها أكثر إيجابية بالنسبة له لأن الملفات التي تجتم على عاتق بوتين كبيرة جدا إلى درجة أنه مربك ومن هنا لا محال بأن يحدث تصادم بين إيران على سبيل المثال ومشروعها وأغراضها الخاصة في انتشار العبث في منطقتها في الإقليم وأيضا المصلحة التي لا يستطيع أطلاقا أن يخفيها وهي حماية النظام النظام الهاجس الأساسي أن يبقى في كرسي الدم لكن من جانب آخر أستطيع أن أقول أن بوتين من خلال هذه الإنجازات بالنسبة لمناطق خفض التصعيد ربما يحيد الأنظار عن المسألة الأساسية بالنسبة للشعب السوري عندما خرج الشعب السوري ليس لمناطق آمنة وليس لنحمة خبز وليس لأي شيء خرج الخلاص من الاستبداد لإنجاز دولة تحترم شعبها لإنجاز قانون لإنجاز حرية واضح عذرني انتهى وقت الحلس والآن تتحول الأمور إلى أشياء من نتائج ما حدث شكرا جزيلا لك عذرني على المقاطعة دكتور يحيى العريض المستشار في الهيئة العليا نفاوضات جنب شكرا جزيلا لك